اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السير في وزيرة السياحة حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة على تفعيل دور مختلف المنشآت السياحية في مملكة البحرين من أجل تحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة مع عدد كبير من القائمين على منشآت القطاع السياحي الخاص في مملكة البحرين من فنادق ومؤسسات الضيافة وشركات الوجهات السياحية وغيرها رؤى تطويرية وتنموية مشتركة للقطاع السياحي في مملكة البحرين نوقشت خلال اجتماع عمل عقدته وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة مع المعنيين في هذا القطاع بهدف توحيد الجهود للحفاظ على حصة البحرين في السوق السياحي الإقليمي والعالمي ومواصلة العمل على زيادة هذه الحصة عبر التركيز على المقومات والركائز المميزة التي يتفرد بها هذا القطاع ولتحقيق الأهداف تم وضع خطط مشتركة تسهم في تسهيل إصدار الترخيص والتأشيرات السياحية وتطوير خطط تسويق شاملة للترويج للباقات السياحية وتطوير مسارات الرحلات بالتعاون مع شركات إدارة الوجهات والفنادق والشروع في الترويج للبحرين كوجهة سياحية مع انطلاق موسم مهرجانات البحرين اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل ما يؤكد امتلاك المملكة المقومات المطلوبة للتميز في موسم المهرجانات إضافة إلى ذلك فقد تم عقد شراكة مع النقلة الوطنية طيران الخليج يتم من خلالها الترويج للمملكة كمحطة توقف لركاب طيران الخليج الذين يمضون ساعات توقف طويلة وتشجيعهم على تمضية ليلة أو ليلتين في المملكة من خلال بقات مشتركة بالتعاون مع الفنادق ووضع المملكة ضمن قائمة المدن السياحية في المنطقة بحيث تكون زيارتها جزءا أساسيا من البرنامج السياحي هذه الخطط التي وضعت ونوقشت خلال الاجتماع أتت لتدعم الارتقاء بالمنظومة السياحية وتثر المبادرات والبرامج لتصب في مصلحة المنشآت السياحية الحكومية والخاصة ما سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وسيسهم في الدفع بعجلته إلى الأهداف المرجوة